اهلا والسهلا بكم اعزائي طلبة الطلبات الصف الثالث زراعي مجال التصنيع الغزائي في حالة جديدة من مواد التصنيع الغزائي احنا طبعا عارفين احنا معنا سلسة مواد في مجال التصنيع الغزائي فيها الصف الثالث مادة حفظ وتصنيع للحوم اللي احنا النهاردة ان شاء الله هنستكمل فيها الوحدة الاولى أيضا مادة العجال وماهزات مادة الصناعات الغذاء النهاردة ان شاء الله حاول نتذكر جزء من اللي خدنا فيه الوحدة الأولى ще اكتلنا عن اللحوم تعريف اللحوم القيمة الغذائية للحوم أيضا معنى اللحوم ثم اخدنا بعد كده عمليات الزبح السريم شروط الزبح السريم الكشف البيطري قبل عملية الزبح ثم الكشف البيطري بعد عملية الزبح اتبقى بقى ان احنا نتكلم شوية بعد عملية الكشف البيطاري لان يتبقى لها جزئية في الكشف البيطاري بعد الزبح اللي هي الكشف على الزبح الحيوي احنا تعودنا وولنا كل ابنان وابنتنا للطلبة دائما معهم نوت بتسجل فيها بعض الاسئلة الوارد انها تيجي في المناطق اللي بنتكلم فيها في الاجزاء بتاعة الدرس او الحالة اللي بنشتغل فيها خد معي بعض كده اول سؤال بنبدأ به اللي هو كيف يمكن للطبيب البيطاري الكشف عن الزبح الحيوي في الزباح يعني ايه ايضا كلمة زبح حيوي بمعنى هل الزبيحة تم زبحها وهي حية ام لا بمعنى اخر احنا قلنا ان فيه كشف بيطاري بيكون على الزباح قبل عملية الزبح فلو في بعض الامراض بتقابل الحيوان بيكشف الطبيب البيطاري ولو الحيوان مستدعي ان يأخذ فترة للعلاج بيأخذ فترة للعلاج ثم يعود لعملية الزبح مرة اخرى طب لو فرض ان فيه حد حصل صدمة او حدثة للحيوان اللي موجود عنده فطر يجري عملية الزبح طبعا عشان نعرف الزبح حيوان لا فبدأ بيكشف عليه الطبيب البيطاري طب نعرف اه الحيوان تم فعلا زبحه قبل الوفاة او تم زبحه بعد الوفاة ازاي وبالتالي ده اللي هنقوله مع بعض الوقت الكشف عن الزبح الحيوي اول شيء بيتم فيه الكشف عن الزبح الحيوي هي ارجل الحيوان الاربع بمعنى الحيوان لما اتفقنا مع بعض بيبدأ فيه عمليات الزبح الحيوان بيبزي المجهود اللي احنا بنسميه بالمعنى للدارج ان الحيوان بيرفص او بيخلص لما بيحدث هذا المجهود بينتج عنه هدم لمركب الاتبي او مركب الطاقة وبنصل في النهاية بعد عملية الزبح نتيجة هذا المجهود لحاجة اسمها التيبس الرم وده اللي احنا هنعرفه في الوحدة التانية ان شاء الله اللي هي تغيرات ما بعد الزبح اللي من ضمنها مرحلة ما بعد الزبح موشرة ثم المرحلة الثانية اللي هي التربس التيبس الرمي ثم المرحلة السادسة وهي عملية الانضاء عشان بس قرب لك الموضوع ليه بيكشف عن ارجل الحيوان لان نتيجة عمليات الزبح ونتيجة هدم مركب الطاقة الاتبي الى شقين بيحدث تكون العخض العصبية اللي هي التبس الرمي او التصلة فبالتالي لو حاول يرجع ارجل الحيوان مرة اخرى الى وضعها الطبيعي فده هيبقى شيء صعب والرجل هتستقرع الوضع اللي ثابت فيه الحيوان بعد عملية الترفيس او الاجهاد او عملية التخليص اللي احنا بنتكلم عليه فبالتالي يبقى صعب انه يرجع الارجل الى مكانها مرة اخرى فلو رجعت معها الارجل مرة اخرى الى وضعها الطبيعي فده معناه ان الحيوان تم زبحه بعد الوفاة يعني زبح غير حيوي اما لو لم يستطيع ان يعيدها الى مكانها مرة اخرى او وضعها الطبيعي مرة اخرى فده هيبقى الحيوان تم زبحه بشكل حيوي تعالوا نشوف كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا بالإضافة إلى ذلك الدور اللي بيقوم به الطبيب البيطري اللي هو الكشف بعد عمليات الزبح له دور آخر أساسي والكشف على الزبح الحيوي بمعنى هل زبح الحيوان وهو حي أم بعد موته ويمكن معرفة ذلك من الآتي أول جزء اللي احنا بنتكلم عليه فيه الكشف على الزبح الحيوي في الحيوان زي ما انت شايف أدي حيوان موجود قدامنا فالحيوان زي ما انت شايف الصورة اللي موجودة دي نتيجة عملية الإجهاد أو عملية التخليص أو الترفز تلاقي الأرجل دايما مش في وضعها الطبيعي تلاقي زي ما انت شايف المقدم مثلا رجل واحدة للأمام رجل واحدة للخلف حتى الرجول اللي موجودة في الخلف فلو هو حاول يجيب الأرجل دي في وضعها الطبيعي يعني الأرجل الأمامية في وضعها الطبيعي والأرجل الخلفية في وضعها الطبيعي إذا الأرجل عادت معاه أو رجعت معاه فده معناها أن الحيوان تم زبحه بعد الوفاء أما لو سبتت على هذا الوضع اللي هو موجود فيه الحيوان اللي أنت شايفه فده معناها أن الحيوان تم زبحه بشكل حيوي هنشوف كده مع بعض وإحنا بنتكلم محاولة إعادة طرفي الزبيحة إلى موضوع همر أصلي أي محاولة توقيفهما في مكانهما الطبيعي مرة أخرى فإذا لم يتمكن بقى الطبيب من ذلك كان الزبح إيه؟ الزبح تم بشكل حيوي بأول شرط أنه هو يرجع الأرجل مكانها فإذا تم يعتبر أن ده زبح غير حيوي إذا سبتت في وضعها اللي أجهد عليها الحيوان وتم بيه الزبح فده يعتبر الزبح حيوي طب إيه تاني؟ طب لو هو فيه شرط تاني ممكن يعرف يا مصر آه فيه شرط كمان أكيد مكان زبح الحيوان بيطرق أثر أو جزء من الدماء فلو جاب طيار من الماء على هذه الدماء فيصعب بعد إزالتها أنه ما فيش أثر فلو ما فيش أثر موجود على الأرضية مكان الدم اللي كان ناتج عن عملية النزف فده معناها أن الدم ده كان متضلط من الأساس وبالتالي كان الحيوان عد مرحلة الحياة وبالتالي حدست ليه الوفافة وبالتالي الزبح هنا غير حيوي طب لو الدم ساب أثر خفيف والدم ما كانش في الحالة المتضلطة اللي هي النهائية فبالتالي لما بيدفع طيار من الماء بيطرق أثر على الأرضية اللي هو اللون الأحمر الزاهي وبالتالي يتأكد تماما أن الزبح تم بشكل حيوي تعالي نشوف كده مع بعض دي أثار زي ما احنا شايفين إلى الدماء ما كان زبح الحيوان فهو لو مرر عليها طيار من الماء ولن تترك أثر ده معناها أنها تجلطت تماما وبالتالي تم الزبح بعد الوفاة أما إذا تمت أو تركت أثر موجود على الأرضية فده معناه أن الزبح تم بشكل حيوي أي والحيوان في حالة حية تعالي نشوف كده مع بعض أما إذا تمكن من عادتنا وإلى موضوعها مرة أخرى ده لذلك طبعا ده في الجزء الأولاني على زبح حيوان بعد موت هو ياجب في هذه الحالة أعدام الزبيحة في الحال طبعا ده في الجزء اللي هو الأولاني أو الشرط الأولاني تعالي نشوف بقى ده أثر الدم على الأرضية موجود حتى بعد طيار الماء اللي هو دفعه اللي هو اللون الأحمر الزاهي اللي أنت شايفه اللي هو غسل مكان الزبح بماء جاري فإذا ظل المكان محتفظا بلون هير أحمر الوردي كان الزبح إيه؟ كان الزبح حيويا طب لو ما سابش أثر ده كده معناها أن الزبح بيتم بشكل إيه؟ بشكل غير حيوي لو هو تجلت تماما وهو حاول يدفع طيار من الماء هو بالتالي ما سابش أثر والداني اللون الأبيض أو اللون بتاع الأرضية فقط فده معناها أن الحيوان تم زبحه بشكل إيه؟ بشكل غير حيوي طب هي التالتة إيه يا مستر؟ آه أقولك تالت حاجة بقى تالت حاجة اللي بيستدل عليها الطبيب البيطاري من إن الزبح تم حيوي أو بشكل غير حيوي بيبدأ يعمل عملية كشف على الأوردة اللي موجودة داخل جسم الحيوان سواء بقى في القلب أو الأوردة اللي خرجها من وإلى القلب فلو وجد إن الأوردة بتحتوي على دم متغلط والقلب فيه مكان الأوردة دم متغلط ده معناه إن الحيوان توفى وتغلطت الدماء في داخل الأوردة والشرائيل للحيوان وبالتالي تم الزبح بشكل أيضا إيه؟ بشكل غير حيوي أما إذا كان الوضع الطبيعي عدم موجود أثار للدماء المتغلطة سواء في الأوردة أو في القلب دل على الزبح الحيوي وبالتالي بيكون في الحالة دي الحيوان قام بالإدماء الجيد بعد الزبح الحيوي أما في عكس ذلك في حالة التغلط ده معناها إن إحنا لازم نعدم الحيوان فورا لأنه تم زبحه بشكل غير حيوي أي بعد عملية الإيه؟ بعد عملية الوفاة نشوف كده مع بعض زي ما إحنا شايفين على الصورة اللي موجودة قدامنا بيحاول يشوف الدم في الأوردة أو في القلب هل متغلط ولا لا؟ فلو ألاقى القلب فيه دم متغلط بالبطين داخل الأوعية الدموية دليل على موت الحيوان قبل زبحه والعكس أيضا إيه؟ والعكس صحيح في حالة لو لقى كده بيعدم الزبائع بقى فيه الثلاث حالات لو هو استدل على إن الزبح غير حيوي فبالتالي بيعدم فيهم الإيه؟ بيعدم فيهم الزبائع خد بالك إنه بيجي دايما سؤال في الامتحانات على الحالات اللي بيتم فيها إعدام الزبائع وإحنا خدنا أكتر من حالة في إعدام الزبائع سواء في الكشف البيطري قبل عملية الزبح في أكتر من حالة أو الكشف البيطري بعد عملية الزبح في أيضا أكتر من حالة على سبيل المثال في الحالات اللي بيتم فيها إعدام الحيوان في حالة الكشف البيطري قبل عملية الزبح عندنا حمى البحر الأبيض المتوسط أو الحمى الملطية وأيضا عندنا الجمرة الخبيثة الحمى الفحمية وكان بيستدل عليهم من إيه؟ من وجود دم بيخرج من فتحات جسم الحيوان وبالتالي بيتم فيهم إعدام إيه؟ إعدام الزباح أما لو كان عنده مرض الحمى القلاعية العادية اللي هي فيها درجات حرارة مرتفعة الخطم عليه جزء من الفخقيع الغدد بتاعة الإبط للحيوان في حالة تضخم فيه حالة سيال للعاب بتاعه على شكل خط الحالة دي بيتم إرجاع الحيوان لحين استشفاؤه ثم عودته مرة أخرى عملية إيه؟ لعملية الزحيد دول حالتين اللي هي الحمى الملطية أو الجمرة الخبيثة في الكشف البيطري قبل يا مصدر طب الكشف البيطري كان إيه الحالات اللي بيقدم أيضا فيهم الزبيحة؟ أول حالة فيهم الديدان الشريطية وقلت الدكتور البيطري مهمته بعد الزبح أو بعد عملية الزبح أنه بيدور على الديدان الشريطية أول ما بيشوفها بيشوفها في رأس الحيوان لأن إذا وصلت إلى مخ الحيوان أو رأس الحيوان ده معناها إعدام الزبيحة بالكامل طب مش موجودة في الرأس بيبدأ يشوف الأرباع بتاعة الحيوان اللي موجودة عندي طب لو لقى ربع فيه يرقات فيبدأ يعد اليرقات اللي موجودة عندي لو اليرقات اللي موجودة في الربع أقل من عشر يرقات يتم إعدام الربع فقط ويبقي على باقي الأرباع التي لا يوجد فيها اليرقات أما لو كان عدد اليرقات تجاوز العشر يرقات يتم إعدام الزبيحة بالكامل دي حالة من حالات الكشف البيطري بعد عملية الزبح الديدان الشرطية أيضا في حالة أخرى اللي هي مرض الصفراء أو اليرقان وده بيشوفوا في رقبة الحيوان فإذا تأكد من وجود هذا المرض في الحيوان يتم إعدام الزباح الحالة الثالثة اللي هي خاصة بتجلط الدم في الأوردة أو في القلب الحيوان ده معناها أن الحيوان حدست لي حالة وفاء أو حدست لي إصابة ما جعلته يبقى في هذه الحالة وفي هذه الحالة يتم إعدام أيضا الزبيحة بالكامل يبقى ده إجابة للسؤال لو جي في الامتحان إيه هي الحالات اللي بيتم فيها إعدام الزباح سواء في الكشف البيطاري قبل عملية الزباح أو الكشف البيطاري بعد عملية الزباح تعالوا نستكمل كده مع بعض أغراض تبريد الزباح بعد الزباح وشرب غالبا أنا قلت أن عشان نتفادى أن يحدث تغيرات في اللحوم خاصة أن اللحوم اللي موجودة عندي بعد عملية الزباح هي سريعة التلف وبالتالي البي إتش عندي بيرتفق بشكل كبير جدا بعد عملية الزباح خصوصا لو أنا داخل بحمل ميكروبي كان عالي في عمليات الزباح فمن الأفضل مباشرة أن نعمل تبريد للزباح اللي موجودة عندي رقم واحد في عملية التبريد أو أنا ببرد ليه أن أنا بحد من عمليات التلوث اللي موجودة في اللحوم اللي بعد عملية الزباح رقم اتنين كمان أن أنا بحد من التغيرات الإنزيمية التي قد تحدث نتيجة عملية التيبس الرمي التالت حاجة وده جزء مهم وأصيل أن أنا بسرع وأنهي مرحلة التيبس الرمي في اللحوم وبالتالي أحول اللحوم للشكل الطازج الناضج وهنا معنى إنضاج مش معناها تسوية على النار الإنضاج هي تحويل الزبائح من مرحلة التيبس الرمي إلى مرحلة ما بعد التيبس الرمي وبتقدر نعرفه بالتفصيل في مراحل أو مراحل ما بعد الزباح فيه الوحدة السنية إخينا أنت تبقى عارف ليه أنا ببرد الزبائح بعد عمليات الزباح مباشرة تعال نشوف مع بعض إحنا ليه بنعمل ده واحد خفض حرارة الزبيحة وتسهيل عملية التشفية اتنين تسهيل حدوث عملية التيبس الرمي وبالتالي تعتيق اللحوم اللي هي إنضاج اللحوم وتحويلها إلى الحالة الأجود لعمليات الاستهلاك أو عمليات التصنيع من الصعب جدا إن في حالة التيبس الرمي أو تصلب الزبائح إن أنا أستفيد بشكل جيد من اللحوم اللي موجودة عندي خاصة كمان هقرب لك المثال عشان مش كلنا هيبقى متوفر عنده الزبائح الكبيرة ولكن حتى في الزبائح الصغيرة اللي هي الطيور اللي هي الفراخ سواء الفراخ أو البط أو الوز أو الأراني بيحدث بعد الزب حالة تصلب أو تيبس لها استخدامي لللحوم في المرحلة دي غير مفضل إطلاق لأن اللحوم بتكون في وضع غير مهيئ لعمليات الاستهلاك والتصنيع وبالتالي بننتظر لانتهاء التصلب والتيبس الرمي والتحول إلى الشكل الأفضل في عمليات الاستهلاك أو التصنيع تعالوا نكمل كده مع بعض يصبح اللحم أسهل هضما وأجود طعما وراء هي دي بقى المظاهر اللي أنا بحاول أحولها من حالة التيبس الرمي إلى حالة ما بعد التيبس الرمي وهي تعتيق اللحوم أو إنضاج اللحوم تأسيم الزبيحة مهم قوي كل أبنائنا وبناتنا ومشاهدين كمان في العمور إنك تفهم أو تعرف إيه مقاطع الزبائح أولا أن أنت قطالب فني مطالب بده أنت طالب فني تصنيع بتدرس مادة تكنولوجيا حفظ وتصنيع اللحوم فأنت مطالب تبقى عارف إيه هي أجزاء الزبيحة أو محتويات الزبيحة سنين كمان لأن أنت هيكيد هيجي لك الفضول لأنك غالبا بتخرج تتعامل في القطعيات دي مع التجار في الخارج حضراتك بتشتري أو ماما كمان بتنزل تشتري أو بابا ينزل تشتري معك من السوق فأنت المفروض تبقى فاني فاهم الجزار ده بيقطع ليك من أي منطقة في الزبيحة فأنت تبقى عارف المنطقة دي منطقة إيه وإنت ممكن تستخدمها في إيه وهل هي من المناطق الجيدة والممتازة في الزبيحة والمتوسطة أم الرضيئة في الزبيحة وهفسر كلمة رضيئة دي قدام شوي عشان محدش لا يظن إن كلمة رضيئة في الزبيحة إنها غير صالحة للاستهلاك الإيه الأدم فأنت لازم تبقى عارف تأسيم الزبيحة غالبا في الزباح الكبيرة بعد عمليات الزبط وبعد عمليات التفضية لمحتويات الحيوان من الداخل والكشف عليها بالكشف البيطري بعد عمليات الزبط لا يمكن أن نبقي الحيوان الكبير في هذه الصورة فبالتالي غالبا بيتم تقطيعه إلى نصفين أو أربع أرباع تاني إلى نصفين بشكل طولي فهيبقى عندي كل نصف محتوي على ربع أمامي وربع خالفي من الزبيحة أو إن أنا بعد ما بعمل عملية التأسيم إلى نصفين ببدأ أقسم كل نصف إلى إيه؟ ربعين فهيبقى عندي ربعين أماميين للزبيحة وربعين خالفيين للزبيحة ده غالبا في الزباح الإيه؟ الزباح الكبيرة ممكن في الزباح الصغيرة زي الماعس زي الضاني إن أنا ممكن أحتفظ بالإيه؟ بالحيوان في الشخل بتاعه في حالة لو كانت الزبيحة إيه؟ حجمها صغيرة ولكن دائما يفضل تأسيم الزبيحة إلى شقين أو أربع أربع تعال نشوف كده مع بعض يتم ذلك بواسطة منشار كهربائي يعمل في حركة ترددية ده طبعا في حالة المجازر الكبيرة يكون بنشر الزبيحة إلى نصفين طوليين من أعلى إلى أسفل يعني من عند مقدم الرأس إلى أسفل الحيوان أو الأرجل الخلفية وبالتالي هيقسموا إلى جزئين متماسلين كل جزء أكيد هيبقى فيه ربع أمامي وربع خالفي ثم يتم إرسالهم إلى سلجات التبريد لمدة أربعة وعشرين ساعة على درجة من سفر إلى أربعة درجة ماوي والغرض نحن عارفين لسه بنتكلم إيه هو تعالوا بقى أوريك في فيديو في قلب مجزر هو الراجل ده دي طبعا زبيحة كبيرة زي ماحنا شايفين ربائي اللي هو بيستخدمه فيه عملية القطح وهيبدأ يقطع الزبيحة المرة دي يخدها من أعلى إلى أسفل هي مش هتفر معها سواء من أعلى إلى أسفل إلى أعلى ولكن في النهاية هيوصلهم إلى نصفين متماسلين زي ما أنت شايف كده كل نصف يحتوي قادي ربع خالفي للزبيحة وقادي ربع خالفي وهنا فيه ربع أمامي للزبيحة دي في حالة الزبيحة كبيرة كمان عشان يسهل عملية التبريد أنا عايز أدخلها لمدة 24 ساعة على درجة حرارة إيه بقولها على درجة حرارة من 0 إلى 4 درجة مقوي وعرفنا أغراض التبريد إيه تبقى أسهل العملية دي إزاي يبقى لازم أعمل عملية إيه عملية تأسيم للزبيحة الكبيرة زي ما أنت شايف في المنشار القاربية اللي بيعمل بشكل ترددي فهو نزل على الزبيحة من أسفل إلى أعلى وممكن أخدها من أعلى حسب مكان معلق الحيوان من الأرجل الأمامية أو الخلفية وبالتالي هتشوف قدامك نصفين متماسلين في الزبيحة زي ما أنت شايف كل نصف زي النصف الآخر محتوي على ربعين الربع أمامي وربع خلفي في الزبيحة يبقى أنت كده مركز معايا المنطقة دي منطقة مهمة جدا لعملية التأسيم يبقى مهمة أول إن ما بينهي عمليات الكشف البيطري بعد الزباح يعمل حكتين يعمل التبريد طب يعمل التبريد إزاي في الزباحة الكبيرة يبقى لازم يعمل تأسيم لهذه الزباحة طيب في حالة المجازر الكبيرة بيستخدم المنشار الكهربائي يبدأ ياخد الزبيحة إلى شقين أو نصفين نصف متماسل ونصف أيمن وأيصر نصفين متماسلين كل نصف بيحتوي على ربع خلفي وربع أمامي في بعض الأحيان أو بعض المجازر لما بتدخل لعملية العمليات التلاجات أو عمليات التبريد أو عمليات التجميد يفضل كمان ناجي بالمنشار الكهربائي وبقطع النصف الطولي ده إلى ربعين فيبقى عند ربع خلفي وعند ربع أمامي وبالتالي بيتم حفظهم في التلاجات بازيل حلق على مسافات متبعدة غالبا بتبقى من 5 إلى 10 سنتي ما بين كل ربع وآخر أو ما بين كل نصف طولي وآخر عشان أسمح لطيار الهواء البارد اللي هو درجة السفل لأربعة درجة مقوي تتخلخل داخل كل الزبيحة اللي موجودة عندي عشان أحد من التلوث كمان عشان أعمل عملية تعتيق وإنضاج للعم وأنهي مرحلة التابس الروم تعاون كم بكده مع بعض مقاطع بقى اللحوم المختلفة في الزبيحة من الجدير بالذكر عند تدريج اللحوم إلى قطع ممتازة وعادية في لابد من التعرف من خلال الموضوع ده على تحديد مناطق هذه المقاطع في الزبيحة ومعرفة مواصفات هذه المقاطع ومدى جودة اللحم بتاعها مقاطع أيضا اللحوم المختلفة أنا هقف عند الحتة دي الأول هقول لك الحاجة قوي درجة بالنسبة لكل أبناء أنا وابنتنا الطلبة وحتى كمان مشاهدينا هتلاقي إن دايما تأسيم الزبائح في الأرياف بيختلف عنه في المدن تاني تأسيم الزبائح في الأرياف بيختلف عنه في المدن هتلاقي غالبا في المدن في الهايبر ماركتي الكبير أو في المجازر الكبيرة أو المحلات الكبيرة غالبا بعد ما بيعمل عمليات تقطيع للزبيحة بيصنفها فهي بعض أبنانا وابنتنا الطلبة اللي كان لسه ممرش عليه الوحدة اللي احنا فيها دي فيسأل ده أنا بروح أشوف بعض اللحمة عروضة فبيقى مسع سبيل المسال مكتوب الجزء ده من الفاخدة الجزء ده من عرق التريبيانكو الجزء ده من الفلتو الجزء ده من الكوستاليت إيه الكلام ده يا مصر أو إيه الأماكن دي يا مصر وليه مش كلها لحمة زي بعضها فبالتالي مفروض سعرها واحد لا هقولك في المدن سعرها يختلف فهتلاقي مسع سبيل المسال هتلاقي الأجزاء اللي في الزند مختلفة الأجزاء اللي في الدوش مختلفة الأجزاء اللي في الفلتو مختلفة كل منطقة وبيسعارها على حسب جودتها فبالتالي هتلاقي الأسعار مش في الزبيحة كلها واحد عكس الأرياف فهيجي أحد أبنائنا في الأرياف هقول لي يا مصر أنا وليكن الكيلو عندي معروف بله 8 فالتمن لما بروح هقول له أنا عايز كيلو لحمة أو 2 كيلو لحمة فهو بيطع لي من الزبيحة أي إنسان كانت المنطقة اللي قطع منها فهو الكيلو تقريبا هو سعره سعر واحد لأن غالبا في الأرياف لا يتم التصنيف بهذا الشكل أما في المدن بيتم التصنيف في الزباع طبقا لمقاطع الزبيحة وجودة المقاطع أنا هستخدمها فيه هستخدمها في الطه ولا هستخدمها في عمليات الشاي ولا هستخدمها في عمليات الفرن والتصنيع هو إيه ده يا مصر هو كل حتة في الزبيحة أستخدمها استخدام أمسل أو كل حتة في الزبيحة أستخدمها استخدام أمسل تعالوا وأنا وريك عشان أنت سيادتك لما تيجي تروح لزبيحة معلقة قدامك عند الجزار فتم أن تعرف أنا مقطع في الزبيحة عالي الجودة وأني مقطع متوسط الجودة وأني مقطع رضيء في الجودة تعالوا شوف الصورة اللي موجودة قدامي دي ليه زبيحة موجودة عندي أدي زبيحة دي كده قدامي مكان الرأبة بتاع الحيوان وده الربع الأمامي الموزة الأمامية ودي المقدم بتاع الأرجل الأمامية ودي منطقة البطن للحيوان ودي منطقة الزهر للحيوان لحد ما بوصل لقبل لقبل المنطقة النهية في الربع الخلف طيب إيه بقى النقط اللي انت عاملها دي يا مصدر وإيه الجزء اللي انت سايبه أبيض فاضي وإيه الجزء اللي فيه الخطوط قدامي دي أنا عايز أقول لك بمنطقة البساطة إن النقط اللي هي موجودة بالشكل دي أو المربع اللي على شكله نقطة دي دي كلها اسمها مناطق ممتازة في الزبيحة مناطق تاني هأركز معاي المنطقة دي كلها منطقة مميزة في الزبيح عالية الجودة في الزبيح أما الجزء اللي هو بالشكل الأبيض من عند منطقة البطن وعند منطقة الصدر وداخل على منطقة البطن الجزء ده يعتبر من الأجزاء المتوسطة في الجودة في الزبيحة وعند الكتف الأمامي أو المروحة الأمامية مع الموزة الأمامية أما المنطقة اللي بشكل الخطوط دي اللي موجودة عند مقدم الرأس وعند الأرجل من نهايتها عند العرقوق أو العصعوس أو عند منطقة الصر أو البطن من تحت هنا المنطقة دي اسمها مناطق رضيئة في الزبيحة طب قبل ما تشرح للحتة دي يا مصدر أعرفني هو يعني ممتاز ويعني متوسط ويعني رضيئ إن اللحم هو اللي في صورة غير صالحة للاستهلاك أقولك لا أنا هنا لا أعني تماما ولا نعني تماما بالامتياز أو المناطق الممتازة في الجودة في الزبيحة أو المتوسط هو الرضيئة بحية الاستهلاك من عدو إطلاق جميع تم بشكل جيد وباشتراطات صحية جيدة وكشف بيطاري أبي وكشف بيطاري بعد هي مناطق صالحة للاستهلاك في الزبيحة ولكن إيه هنا تصنفنا في الامتياز أو المناطق الممتازة والمناطق المتوسطة والمناطق الرضيئة بيتوقف على أكتر من عامل رقم واحد الطعم والنكرة رقم واحد الطعم والنكرة رقم اتنين المناطق دي فيها ليونة أو فيها عمليات المضغ سهلة ولا لأ تاني عمليات القدم والمضغ سهلة ولا لأ خاشنة ولا لأ بتفرق وبتصنف المقطع في الزبيحة رقم ثلاثة المنطقة دي أنا ممكن أستخدمها في عمليات الشاي ولا عمليات الطهر ولا عمليات الفرر إذن دخلت في الموضوع التصنيعي هم دول اللي بيخلوني أقول المنطقة دي عالية الجودة في الزبيحة والمنطقة دي متوسطة الجودة في الزبيحة أو المنطقة دي الرضيئة أرجع أقولك بقى العالي عالي ليه والمتوسط ليه والراضيء ليه العالي في الجودة في الزبيحة هو الذي يتخلخل النسيج العضلي في جزء من الدهون اللي احنا بنسميه بالمعنى الدارج اللحم المرماري القطعية في اللحمة اللي هي متخلخل فيها جزء من الدهون داخل العضلات دي بسميها لحم مرماري اللحم ده قابل للشاي اللحم ده لما عمله عمليات طاق يدي مرأة اعلى في الجودة في الرائحة والطعم وبالتالي بصنف المناطق دي بالمناطق المرتفعة في الجودة وغالبا المناطق دي دايما هتلاقيها من عند ظهر الحيوان الى امتداد العكوة او القلاطة او العكاوي في نهاية خلف الحيوان وجزء من زند الحيوان قبل العرقوب دي مناطق عالية في الجودة ولما جا هشرحها لك جوه وصنفها لك وتشوفها وتعرف ان في حتة فيها اسمها مثلا الفلتو لا ده فيه جزء منه اسم الكوستاليتا البريمو والكوستاليتا الترسو هي دي المناطق العالية في الزبيحة والدوش المناطق بقى المتوسطة اللي تقريبا جزء كبير منها عبارة عن انسجة ضمة ونسبة الدهون بتنقفض نوعا ما بداخلها وبالتالي المناطق دي بتصلح للطهي اكتر منها لعمليات الايه؟ لعمليات الشي اما المناطق الرضيئة في الزبيحة اللي هي تقريبا نسبة الكولاجين والالستين اللي بيدو الخشونة وعمليات التسويب تبقى صعبة فيها وبالتالي دي اسمها انسجة ضمة وبالتالي بتبقى عملية الطهي فيها صعبة جدا وعملية التصنيع هي الافيت وبالتالي المناطق دي بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها عمليات فرد تروح بقى في صناعة البرجر تروح في صناعة السجوء تروح في صناعة اللانشون فدي الصناعات المناسبة للمناطق اللي فيها انسجة ضمة عالية يبقى انت كده مركز معايا وكل مشاهديننا ركزوا انا ليه قلت الجزء ده عالي في الجودة الجزء ده متوسط في الجودة الجزء ده رديء في الجودة بيتوقف على العدرة وكمية الدهون اللي موجودة داخل العدرة ونسبة الانسجة الضمة والكلاجين والالستين داخل العدرات اللي موجودة في المنطقة دي في الزبيح فكل ما يكون فيه نسبة دهون داخل العدرات بيدين الطعم المرمري والقدم بيبقى اسهل وعملات المضغ بتبقى اسهل وبالتالي ده دلالة على جودة هذه القطعية تعالوا نرجع كده بقى مع بعض ونشرحها بالتفصيل وعموما يمكن تقسيم الزبيحة لمناطق لقطع اللحم الممتازة زي ما انت شايف والمتوسطة الرضاية حسب موقع هذه القطع من الزبيحة كما في الشكل اللي احنا عرضينه فانت هتلاقي تقريبا الجزء اللي موجود من بعد المروحة او الجزء الموجود من بعد الموزة الامامية وانت داخل على الفقرات للحيوان بالضلوع ثم الفقرات الغير محتوية على الرياش والضلوع ثم بالعكاوي او منطقات الايه العكاوي للحيوان او الكلاطة دي كلها مناطق ممتازة في الايه في الزبيحة بيتخللها جزء كبير جدا من الدهون بتدي طعم المرمري اما المناطق الاخرى بتقل شوية فيها الدهون زي الموزة الامامية جزء من مقدم الصدر من داخل الحيوان من اسفل دي بتبقى مناطق تصلح للطهي اكتر منها لعمليات الايه لعمليات الشيء اما المناطق اللي احنا شايفينها دي الانسجة تضم فيها عالية الانسجة تضم فيها مرتفعة ونسبة الكولاجين والاستين مرتفعة وبالتالي يفضل فيها عمليات الايه عمليات الفارم تعالى بقى الجدول ده كاشف للموضوع ده ركز اوي في الجدول ده الجدول ده بقول لي ادي قطع ممتازة موجودة عندي ودي قطع متوسطة ودي القطع الرضيقة اللي حضرتك يا مصدر اتكلمت فيها فانا اجي اعرض لك النسب عشان تبقى كاشفة لهذا الموضوع المحتوى بقى الانسجة العضلية ركز بقى في كل نسبة من النسب اللي موجودة عندي هتلاقي ان النسيج العضلي زي ما انت شايف 62% في القطع الممتازة النسيج العضلي 56% ونص في القطع المتوسطة القطع الرضيئة 41 و 1 من 10 وبالتالي هتقل لي فيه نسبة إيه؟ نسبة الدهون تعالوا حتى شوف الأنسجة بقى الدهنية 9 و 3 من 10 في القطع الممتازة 13 و 6 من 10 في القطع المتوسطة و 5 و 1 من 10 في القطع الرضيئة أنا بقى عايزك فيه نقطة مهمة ليه أنا أعرض لك الجدول ولازم أن تعرف النسب دي لأنه بيجي عليه سؤال غير مباشر في الامتحان داي تاني بيجي عليه أسئلة غير مباشرة خد النسب معايا وارجع بقى عشان أشوف السؤالين اللي أنا محضرهم ليك بعد الجدول ده على طرم و 20 تعالوا شوف كده نسبة الأنسجة الرابطة أو الأنسجة الضمة اللي بتاعنينا هتلاقيها مثلا على سبيل المثال 10 في المية في القطع الممتازة قالت النسيج الضم هنا قال اللي فيه الألياف قال هتلاقيه في القطع المتوسطة عالي هتلاقيه بقى عالي خالص وبقى نسبته أعلى في القطع الرضيئة وبالتالي كل ما يعلى النسيج الضم تعرف انه هيبقى فيه صعوبة في عمليات الطهي أو الشاي تعالوا بقى اللي هي نسبة البروتين اللي موجود داخل النسيج ده كام 20% في القطع الرضيئة ايه ده تعالوا بقى وريك بقى نسبة الكولاجين والألسطين اللي موجودها تحت دي نسبة كشفة خالص نسبة الكولاجين والألسطين في القطع الممتازة 20% القطع المتوسطة 29% ارتفعت وبقت 50% وكل ما يقل عندي ايه اتنين بقى باكس فيهم قوي يعلى النسيج الضام يعلن نسيج الضام في اللحمة اللي موجودة عندي او منطقة العضلة اللي انا بقطع فيها هيعلى معها الكولاجين والالستين وبالتالي دايما نجيلي سؤال في الامتحان يقولني هو ليه دايما دايما المنتجات المصنعة من المناطق اللي فيها نسبة انسيجة ضامة عالية تعتبر ليست زاد قيمة غزائية مرتفعة ليه لان الجدول دا هو اللي كاشف للنسب دي ليه بقى لان غالبا المناطق اللي فيها النسبة العالية من الكولاجين والالستين الاحماط الامنية الاساسية فيها منخافضة تاني ركز في اللي بقوله هو انا بستفيد في القيمة الغزائية ارجعك بقى للحلقات الاولى انا ما كنت بتكلم ايه فايدة البروتين انه مرتفع في القيمة الحيوية ليه لانه بيحتوي على الاحماط الامنية الاساسية اللي بيحتاجها الجسم وبرضه مش عايز حد من ابناء الطلبة لسه متدخل او لسه بيشوفنا النهاردة يقول لي هو الاحماط الامنية اللي هي بتتحلل في الجسم نتيجة البروتين الاساسي هو المهم والغير اساسي هو الغير مهم اقول له لا ركز معي انا عندي احماط اامنية اساسية وغير اساسية بس احنا صنفناها اساسية ليه وغير اساسية عشان الاحتياج اطلاقه انت محتاج للاتنين ولكن انا بقول احماط اامنية اساسية لان الجسم لا يستطيع تخلقها ولا بد انك تاخدها منين من المصدر الحيواني او البروتين الحيواني اما الاحماط الامنية الغير اساسية يستطيع الجسم تخلقها يعني لو انا مخدتهاش الجسم يقدر يخلقها وبالتالي هنا صنفنا ده اساسي وده غير اساسي لكن الاتنين مهمين للجسم لكن لما امسك بقى الاحماط الامنية الاساسية هلاقي ان محتواها بيقل قوي في المناطق المرتفعة في الانسجة الضمة اللي فيها نسبة كلاجين وقلستين عالي وبالتالي دي بسميها مناطق رضيئة في الزبيح لان صعب ان انا استفيد كمان من القيمة الحيوية بتاعتي تعالوا نشوف كده مع بعض في الشريحة اللي بعدها ركز بقى علل اللي ما يأتي بروتين اللي حوم من البروتينات زاد القيمة الحيوية العالية خد بالك لان بيجي عليها سؤالين في المناطق في نفس المنطقة دي بيجي دايما السؤالين يا يقولي القيمة الحيوية يا القيمة الغذائية تاني يقولي البروتين ليه مفيد في القيمة الغذائية او ليه مفيد في القيمة الحيوية لو سألني وقالي في القيمة الحيوية على طول اتجه للأحماض الامنية مباشر انا رايح للأحماض الامنية لما يقولي القيمة الغذائية بنا هنا بتكلم عن حاجات بجانب الأحماض الامنية بتكلم علي بقى بتكلم عن نسبة دهون بتكلم عن نسبة عناصر معدنية زي الحديد على رأسها بشكل كبير خد بالك منها بقول نسبة الكلسم نسبة الماغنسيب نسبة الفسفور مهم اوي تفرق بين جزء من القيمة الحاوية والقيمة الغذية بشكل عام تتكلم عن قيمة الحاوية انا رايح للأحماض الأمنيات المباشرة في عملية التحليل اما تتكلم عن قيمة الغذية احده انني هسكر جنبها عندي أحماض أمنيات جنبها في بروتينات جنبها في دهون جنبها في عناصر معدنية مهم جنبها في فيتامينات وبالتالي اسمها القيمة الغذائية اللي بتشمل جزء منها القيمة الايه القيمة الحيوية تعالوا نشوف اجابة السؤال ده عشان تعرف ليه احنا لازم مهمة او نعرف القطع الممتازة والقطع المتوسطة والقطع الرضيئة في ازاليا ركزا وذلك لاحتوائه على جميع الاحماض الامنية الاساسية شفت انا بقى اول مقال القيمة الحيوية على طول روحت انا فين تراكز هتطلع على طول تجاوب على الايه على الاحماض الامنية الاساسية الضرورية لبناء جسم الانسان وبكميات تسد احتياجاته يبقى لما يعني بالسؤال قيمة حيوية انا رايح للاحماض الامنية على طول تبقى لقيمة غذائية يبقى انا هشمل كل القيمة الغذائية على رأسها اه لأحماض الامنية لكن في بجانبها عناصر معدنية في بجانبها فيتامينات في بجانبها دهون وجزء من الايه جزء من الطاق يبقى انا عايز الاجابة اعام واشمل شوية من القيمة من القيمة الحيوية تعالوا شوف السؤال اللي بعدين عالي السؤال ده اللي بقول لك غير مباشر انخفاء ركز القيمة الغذائية لمنتجات اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الانسجة الضمة طب هو انا اعرف منين ده يا مستر اه لو انت مركز معايا وعرفت ان انا قلت لك ان فيه مناطق عالية في الزبيحة في الجودة ومناطق متوسطة ومناطق رضيقة وقلت لك ان المناطق الرضيقة بترتفع فيها نسبة الانسجة الضمة نسبة الكلاجين نسبة الالستين يبقى انت هتعرف اجابة السؤال ولو انت ركزت في النسب اللي عرضناها في الجدول لان انا قلت لك ركز قوي هيبقى اني عندي 3 او 4 نسب كاشفة لهذا الموضوع نسبة البروتين بتروح فين النسيج العضري بيزيد فين؟ فهي كان نسيج العضري بيزيد في القطع الممتازة فبالتالي بيزيد معاه نسبة الدهون هينقفض في القطع الرضيقة تنقفض معاه نسبة الدهون الانسجة الضمة هتنقفض في القطع الممتازة وهتعلق اوي في القطع اللي هي الرضيقة وبالتالي هيتبع الكلاجين والالستين هينقفض اوي في القطع الممتازة وهيزيد شوية في القطع المتوسطة وهيرتفع بشكل كبير يصل الى 50% من نسبة البروتين اللي موجودة في القطع الرضيق وبالتالي لما يجي يعمل لها عمليات فرم وتصنيع فالمنتجات بتاعتها غالباً بيبقى تركيبة أحمد أمينية غير أساسية وبالتالي بتبقى منخافضة في القيمة الغزائية يبقى أنت مركز ليه بقى للجزئية دي لما أقولك ليه الأنسجة أو المنتجات المنصنعة من الأنسجة ضمة دايماً منخافضة في القيمة الغزائية أقول له الأنسجة الضمة تركيبها بيحتوي على نسبة عليها من الكولاجين اللي محتواهم من الأحمد الأمينية الغير أساسية هو الأعلى مش الأساسية تعالي نشوف الإجابة مع بعض كده آه ليه احتواء الكولاجين اللي هو المكون الرئيسي للأنسجة الضم على بعض الأحمد الأمينية اللي هي مصدر الغير أساسية زي مصدر زي الجلسين والبرولين آه يبقى هنا أنا قل معايا القيمة الغزائية والحيوية للمنتجات المصنعة من إيه؟ من النوعية دي من اللحوم ليه؟ لأن الأحمد الأمينية الأساسية منخافضة والمرتفع في تركبها الكولاجين اللي موجود أو الأساسين اللي موجود المرتفع فيه إيه بقى؟ الأحمد الأمينية الغير أساسية زي إيه يا مصدر؟ زي آه زي الجلسين بالتالي بأنت مركز ليه المناطق دي أقل في قيمة الغزائية تعالوا نكمل كده مع بعض مقاطع بقى اللحوم المختلفة في الزبيح السمهال يا مصدر بقى لو سمحت بالتفصيل قل لي بقى أنت قلت لي فيه قطعيات فيها المنطقة الأمامية فيها المنطقة الخلفية طيب أنت قلت لي بعض المسميات قلت لي مثلا الفلت قلت لي مثلا التليبيانكو قلت لي الكوستاليت قل لي المناطق دي فين يا مصدر وشاور لي عليها عشان أعرفها لما أروح عن الجزار واشوف المقاطع دي قدامي أبقى أنا عارف ولما أجا أشتري منه وقوله أنا عايز من الحتة الفلانية ما يتحدش عليها ويديني من الحتة الفلانية يا مصدر تعالوا نشوف كده مع بعض الأول نقول لي بصورة عامة فإن الزباح تقطع إلى أربع أمامية وأخرى خلفية أنا عندي كده فيها ربعين أماميين وربعين خلفين كل ده على فكرة بيسري على جميع الزباح تقريبا وإن كانت تختصر أو تضم بعد الأماكن في مقطع واحد في زباح البتلو وضاء أنه لصغر حجم الجسعانية مستر حتة دي معلش عشان ممكن تعملني لابس واختلاط أقول لك أنه بعايز يقول لي أن في كل الزباح سواء بقى زباح كبيرة أو زباح صغيرة لنختلف أن فيه ربع أمامي وفيه ربع خلفي صحيح كده ربعين أماميين وربعين خلفيين طيب لكن أنا قلت لك أن فيه جوه الأرباع مساميات فيه جوه الأرباع مناطق وبالتالي هذه المناطق اللي انت هشوفها بالتفصيل فبيقول لي أنه الأرباع دي موجودة في كل الزباح ولكن بقى المناطق اللي كل الأرباع قد تتداخل في الزباح الصغيرة للصغر حجمها فبالتالي هيبقى الحجم بتاعها أو المساحة بتاعتها من الوزن العام قليلة وكمان من الشكل العام بتاع الحيوان يعني إنما نجيب حيوان زباح كبيرة زي الأبقار والجاموس فهتلاقي مثلا أضلعوا الرياش من منطقتها كبيرة فأنت تقدر تقسمها وهتعرف تقسمتها إيه فلما تروح لجزء الفقرات اللي ما فيش فيه رياش هتعرف تقسمه وتعرف تقسمته إيه فبعض الزباح بقالية الصغيرة المناطق دي بتبقى حجمها قليل فقد تتداخل بعض المقاطع داخل الربع نفسه سواء بقى الربع الأمامي أو الربع الخلف لكن لن نختلف جميعا إن كل الزباح بتشترك في إن عندها ربعين أماميين وربعين إيه خالفيين تعالوا تكمل كده مع بعض أه أول ربع سيادتك للمفروض تتعرف عليه وتعرف الشكل بتاعه وتعرف الأماكن بتاعته إيه هي اللي هو الربع الخلفي للزبيح أه لنت شايفه قدامك على الشاشة ده اسمه ربع خلفي للزبيح تاني ليه ده الأرجل الأيه الخلفية تاني الأرجل الأيه الخلفية للحيوان طب هو الربع بيشمل بس الأرجل الخلفية يا مصدر لا خد بالك بقى أنا داخل على جزء من منطقة البط تاني ها أنا واخد كل إيه كل الموزة الخلفية وكل الموزة الخلفية الأرجل كاملة زي ما أنت شايف الأرجل الخلفية واخد جزء منين جزء من البط طب هو بس بتنتقل جزء من البط اه بتمتد معايا لو أنت شايف ده العمود الفخر تاني بس خد بالك بقى الجزء ده من المنطقة الكلاوي اللي موجودة قدامك ده ده قبل أمت منطقة عمود فقري مش محتوية على أضلع دي المنطقة اللي مش محتوية على إيه على أضلع أو عزام هي فيها فقرات عمود فقري بس مش موجود فيها إيه الرياش أو منطقة الإيه الأضلع اللي هي منطقة الفلتو أو منطقة الكلاوي لكن لما هدخل جزء قدام شوية هلاقي بقى منطقة الكوستاليت هابدأ اخش في ايه كوستاليتا بريمو وكوستاليتا تيرسو وابدأ هابدأ اخش في المناطق اللي فيها الايه اللي فيها الاضلع ركز معاي نهايتي لحد منطقة بيت الكلاوي تاني نهايتي لحد منطقة بيت الكلاوي والانتر كوت او الكوستاليت ده من اول المنطقة دي لحد المؤخر ده اسمه ربع ايه اسمه ربع خالفي اسمه ربع ايه خالفي او الربعيين الخلفيين تب تعالوا بقى كده نقسم الربعين الخلفين ونتكلم عليهم باستفادة اول جزء فيه الموزة الخلفية الموزة الخلفية اللي انت شايفها قدامك دي هي بيقول لي عبارة عن ايه بقى هي اللحم الذي يوجد حول الصاق تجاه العرقوب والأحماء متوسط في الجودة خد بالك الموزة الخلفية او الجزء الخلفي اللي هي اللحم اللي في نهاية او قبل نهاية الارجل بتاعة الحيوان قبل نهاية ايه ارجل الحيوان من الداخل ومن الخارج تاني من الداخل ومن الخارج المنطقة دي بالذات منطقة متوسطة بتحتوي على النسبة من الالياف الضمع او الانسجة الضمع طيب لو انا رجعت ورا خالص لحد العرقوب العرقوب الاخير او جزء الاخير منطقة رضيقة ليه مرتفعة في الأنسجة الضم أول حاجة هتقابلني اللي هي الموذة الخلفية اللي هي المنطقة اللي قبل نهاية الأرجو اللي هي قبل نهاية نهاية العرقو اللحم باستدارتم من الداخل ومن الخارج دي منطقة الموذة اللي هي تعا呀 نرجع للشاشة تاني عشان تشوفها قبل ما نقل على الجزء اللي بعدين الجزء ده أو الجزء اللي أنا بشاور علي دة اللي هي منطقة الموذة الغلفي اللي انا وقف عليه بالمؤشر او الساهم ده اللي هي قبل النهاية اللي هي الحتة ده اللي اسمها العرقوب Harvard العرقوب ده اللي هو الرضيء اما الموزة منطقة متوسطة في ايه متوسطة في الزبيح طب ايه اللي بعدها يا مسطن اه تعال اشوف الجزء الي بعده او او الجزء کلة الفاغز نفسه اه الفاغز نفسه قوليها وش الفاغزة من الداخل ومن الخارج تاني وش الفخدة من الداخل ومن الخارج خد بالك لان الربعين لما بيتعرضوا قدامك او ربعين بتعرضوا قدامك حسب ما بيعرضوا الجزار بيبقى لك جزء انت بتبقى شايفه امامك وجزء خالفي تاني بيبقى معروض قدامك فجزء حاجة اسمها وش الفخدة من الداخل ووش الفخدة منين من الخارج الخارج الجزء اللي انت بتشوفه قدامك تاني الجزء اللي انت بتشوفه قدامك وش الفخدة من الداخل اجزاء اللي انت ما ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش شايفها. يبقى اول الترتيب الموزة. تاني حاجة وش الايه؟ وش الفخدة نفسها. في الربعين الايه؟ الخلفيين. مش ربع واحد. في الربعين. وش الفخدة. سواء من الداخل او من الايه؟ من الخارج. تعتبر ايضا من المناطق المتوسطة في الايه؟ المتوسطة في الزبيع. تعالوا نشوفها كده. تاني نركز عليها. بتحتوي زي المنطقة على عزمة الساق وهي اطول عزام الحيوان. اللي هي الايه؟ الرجل الخلفية. ولحمها من اجوة ايضا انواع اللحوم وهيشمل الفخز على بقا. اه. مش كل الفخد حتة واحدة. تاني. مش كل بقى منطقة الموزة او الفخد دي على بعضها حتة واحدة. عشان بقى انت متخيل المنظر لما تروح عند الجزات. بتعلق قدامك خلفي. فبتبدأ بالعرقوب بيلي العرقوب على طول اللي هي الموزة الخلفية. اللي هي بداية اللحمة واستدارتها. ثم الجزء اللي بتشوفه ده اسم وش الفخدة سواء من الداخل او من الخير. تبعوش